بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم كما هو معلوم فإن الإسلام هو نظام متكامل لجميع أبعاد الحياة فالله عز وجل لم يدع جانبا من جوانب حاجة الإنسان إلا وقد شرع له حكما من الأحكام سواء كان حكما بنحو الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة ولذا من المعروف أنه لا يخلو ولا تخلو واقعة من الوقائع من حكم من الأحكام الشرعية الخمسة أي فعل وأي حالة للإنسان الله عز وجل جعل لها حكما سواء كان حكما إلزاميا تحريميا أو وجوبيا أو استحباب أو كراهة حكم غير إلزامي أو إباحة ولأن الإنسان ذو أبعاد متعددة فالله عز وجل والرسول والأئمة عليهم وعليها الصلاة والسلام بيّنوا الأحكام المتعلقة بهذه الأبعاد وحديثنا هذا اليوم بشكل مختصر حول الآداب الاجتماعية في الإسلام هناك بعض الأمور قد لا تكون واجبة ولكنها أمور ينبغي أن يحققها الإنسان وأن يعمل بها وقد تكون هناك أمور قد لا تكون محرمة ولكن ينبغي للإنسان أن يترك تلك الأمور الآداب الاجتماعية مجموعة من القوانين والنظم في تنظيم حياة الإنسان مع بني نوعه تعامل الإنسان مع الإنسان الآخر كيف أتعامل مع أخي، مع أختي، مع والدي، مع مالدتي، مع أبنائي، مع أقربائي، مع المجتمع كيف أتعامل مع الأصدقاء، كيف أتعامل مع الغرباء، مع الأعداء، مع الذين يدينون بدين آخر أو بطريقة أخرى مجموع هذه الأمور تسمى الآداب الاجتماعية الإسلام لم يغفل هذا الجانب والله عز وجل في القرآن الكريم خصص آيات متعددة لبيان الآداب الاجتماعية ولتعليم المسلمين هذه الآداب طبعا المجتمعات بين إفراط وتفريط بعض المجتمعات هناك لها آداب اجتماعية هذه الآداب الاجتماعية تقيد حياة الإنسان يعني أفرطوا في هذه القيود والآداب التي ما كان ينبغي أن تكون وبعض المجتمعات تتماهل حتى في الآداب اللازمة الإسلام لآجل تسهيل حياة الإنسان ولآجل أن يكون الإنسان سعيدا في حياته بيّن الآداب التي تسهل حياة الإنسان ونهى حتى لو كان هذا النهي نهي تنزيهي وليس تحريميا عن الآداب التي تصعب حياة الإنسان يعني نحن لو نلاحظ مثلا الآن كمثال على ذلك مجتمعاتنا حينما يريدون يزوجون أبناءهم أو بناتهم أو بناتهم هؤلاء المجتمعات لهم مجموعة من الآداب حينما تأتي تجد أن كثيرا من هذه الآداب الاجتماعية تقيد الحياة تصعب الزواج وحينما تبحث عن جذورها تجد أن هذه الأمور ليس لها جذر في الإسلام وإنما عادة تعودها المجتمع قد يكون بدأت بشخص واحد ثم الثاني قلده ثم الثالث والرابع وفجأة تحولت إلى عادة اجتماعية هذه العادة تكبل المجتمع تقيد المجتمع هذه الآداب والعادات مرفوضة من الإسلام ولكن هناك في نفس الوقت بعض الآداب التي تسهل حياة الإنسان الإنسان إذا راعى تلك الآداب يشعر بالسعادة أكثر الإسلام حبب هذه الآداب إذا نراجع القرآن الكريم نشوف مفردات من كل النوعين الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم الله عز وجل يصف رسوله الأمين صلى الله عليه وآله ويقول في وصفه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأغلال الاجتماعية القيود الاجتماعية التي كانت على المجتمع الإسلام جاء ورفع هذه القيود يعني هذه الآداب الاجتماعية المكبلة لحياة الإنسان في نفس الوقت الآداب التي تسهل حياة الإنسان الله عز وجل أمر المسلمين ولو بنحو أمر استحبابي بالالتزام بها هذه الآية التي تلوناها في أول الكلام إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله عز وجل في هذه الآية بالقول وبالتعبير يعلم المسلمين بعضا من الآداب التي هي بصالحهم التي هي تسهل حياتهم يعني إذا واحد عند شغل مع شخص آخر حتى إذا هذا الشخص كان عزيز عليه وكان قريب وكان صديق ولم يكن بينه وبين ذلك الشخص حواجب أو موانع ينبغي عليه أن يراعي الآداب لذا المثل المعروف الذي يقول عند الأحباب تسقط الآداب هذا كلام غير صحيح بل كما كان يعبر الوالد رحمة الله تعالى عليه عند الأحباب تسمو الآداب الآداب يجب أن تسمو لا أن هذه الآداب ترتفع كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت الرسول صلى الله عليه وآله في منزله وقت الاستراحة مثلا وكانوا ينادونه وكانوا ينادونه يا محمد أخرج إلينا هذه الطريقة من التعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله حتى التعامل مع الصديق هذه الطريقة طريقة غير لائقة وكثير من الأحيان توجب حزازات في النفس وبعض الأحيان تستمر هذه الحزازات إلى أن تتحول إلى عداوات كثير من الأحيان أنا شخصيا ملاحظي يمكن أنتم ملاحظين كثير من العداوات الاجتماعية عندما نروح إلى جذورها هذا الشخص لماذا يعادي ذلك الشخص؟ هذه المرأة لماذا تعادي تلك المرأة؟ هذا ليش زاعل ويذاك؟ هذه لماذا لا تحترم تلك؟ عندما تذهب إلى الجذور ترى أنه بدأ بأمر صغير ذلك الأمر في كثير من الأحيان هذا الأمر الصغير عدم مراعاة أدب من الآداب الاجتماعية دخل في مجلس لم يسلم السلام هو مو واجب مستحب رده السلام واجب لكن السلام من الآداب الإسلامية الاجتماعية دخل في مجلس ما سلم الشخص الثاني انزعج ليش ما سلم علي لعله كان قاصدا أمرا يسيء الظنبي هذا الأمر الصغير يؤدي بعد فترة شوية شوية يكبر يمكن بعض الناس أيضا يدخلون بالنميمة والعياذ بالله تشوفوا يصبح مشكلة كبيرة بدأت من عدم مراعاة أدب من الآداب حتى إذا هذا الأدب من الآداب لم يكن واجبا حتى الله عز وجل في هذه الآية التي تلوناها حتى في التعبير يعلمنا شلون نعبر الله يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هو في الواقع كلهم لا يعقلون لأن الشخص الذي يأتي في وقت استراحة الرسول بطريق غير لائق ينادي الرسول هذا شخص لا يعقل فكل الذين من وراء الحجرات ينادون الرسول كانوا لا يعقلون ولكن القرآن شلون يعبر يعبر أكثرهم لا يعقلون ليش؟ حتى كل واحد منهم زيان يقول يمكن أنا من الأقل أنا مستثنى يعني لا يكون الخطاب التقريعي والتوبيخي لا يكون يحسب أنه موجه إليه حتى ينزعج لمن الآية تقول أكثرهم لا يعقلون كل واحد من هؤلاء الذين كانوا لا يعقلون يقول لعلي أنا أكون من الأقل فما يكون هناك حزازة في نفسه حتى في أسلوب التعبير الله عز وجل يعلمنا كيف أن نتعامل مع الآخرين ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم الصبر كما تفضل سماحة السيد حفظه الله تعالى الصبر من الفضائل الأخلاقية ينبغي علينا أيضا في الآداب الاجتماعية نستعمل هذه الفضائل الأخلاقية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ليش لأن الإنسان الذي يراعي الآداب الاجتماعية كلمته تكون مسموعة أكثر في المجتمع الشخص المؤدب الناس يحترمونه أكثر فإذا احترموه أكثر وكلمته كانت نافذة أكثر طبعا يكون بصالحة لكان خيرا لهم أما الإنسان الذي لا يلتزم بالآداب حتى إذا لم تكن واجبة فالمجتمع أيضا لا يراعيه ولا يحترمه ولا يستمع إلى كلامه فبالنتيجة هو الذي يتضرر ينبغي علينا في كل أفعالنا وأقوالنا وأمورنا نراعي الآداب الاجتماعية الإسلامية لأن هذه الآداب الاجتماعية الإسلامية تسهل الحياة لنا لأن الله عز وجل الآداب المكبلة نهى عنها والآداب المسهلة للحياة أمر بها ولو أمرا استحبابيا الإنسان الملتزم بالآداب الإسلامية يكون محبوبا عند الله عز وجل ومحبوبا عند الناس والله عز وجل يوفقه لما فيه الخير والصلاح كان رجل من المشركين في حرب من الحروب هذا الرجل جاي لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله ففي المعركة أسر المسلمين إسروا فأمر بقتله لأنه كان من المجرمين قبل أن يقتل نزل جبرايل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن هذا الرجل حسن الأخلاق والله عز وجل يأمرك بأن تعفو عنه لحسن أخلاقه حسن الأخلاق شنو هو يعني حسن الأخلاق شنو معنى نقول هذا أخلاق حسنة وهذا أخلاق سيئة هذه أخلاقها حسنة شنو معنى حسن الأخلاق معنى أنه مجموعة من الآداب الاجتماعية الإسلامية الإنسان يراعيها يصير حسن الأخلاق سوء الخلق معنى أنه مجموعة من الآداب الإسلامية الاجتماعية الإنسان ما يراعيها يصير سيئ الخلق إن هذا الرجل المشرك المحارب لله ولرسوله لأنه ملتزم بعدة من الآداب الاجتماعية الصحيحة التي الله يحبها التي عبر عنها بحسن الأخلاق فالله عز وجل يأمر الرسول بأن يعفو عنه الرسول صلى الله عليه وآله عفى عنه فحينما الرسول عفى عنه هذا استغرب مجرم جاي لحرب الرسول صلى الله عليه وآله وأسره في المعركة ويستاهل الإعدام والقتل لماذا عفى عنه سأل الرسول لماذا عفوت عني قال لأن ربي أخبرني بأنك حسن الأخلاق ولحسن أخلاقك أمرني بالعفو عنك هذا الرجل بهذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وآله لأنه حسن أخلاقه مع أهله ومع عائلته من وين واحد يعرفه إلا أن يكون يعلم الغيب هذا الرجل المشرك من منطقة بعيدة جاي فهنا قلبه الله عز وجل ألقى فيه نور الإيمان فقال ما دام أن ربك يأمرك بذلك فأنا أسلم وأسلم وحسن إسلامه يعني شنو؟ يعني الالتزام بعدة من الآداب الاجتماعية الإسلامية اللي عبر عنها بحسن الأخلاق قادته إلى الإسلام وإلى الجنة المصار مسلم وحسن إسلامه يدخل الجنة الالتزام بعدة من الآداب المحبوبة لدى الله عز وجل أدخلت هذا الإنسان الجنة في حديث آخر إن حسن الأخلاق حسن أخلاقه ستقوده إلى الجنة معنى الرواية وسيء الأخلاق سوء خلقه يقوده إلى النار بالنتيجة هذا سوء خلقه يعني عدم التزامه ببعض الآداب الإسلامية سيقوده إلى المحرمات والمحرمات تقود الإنسان إلى النار والالتزام ببعض الآداب الإسلامية تقود الإنسان إلى الالتزام بالواجبات وترك المحرمات وهذه بالنتيجة تقود الإنسان إلى الجنة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نلتزم بجميع أحكامه وأن نلتزم بالآداب الإسلامية وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر